بسم الله الرحمن الرحيم اليوم إن شاء الله عندنا محاضرة الطحالب العملي آخر محاضرة وصلنا رتبة المتزوجات اللي هي رتبة زنكينة متيلز رح نأخذ إن شاء الله اليوم مميزات هذه الرتبة رح نلدي مميزات هذه الرتبة طبعا هي أربعة مميزات خلالنا نبدأ بالمميز الرابع نعتبره هو النقطة الأولى يقول خلايا الأفراد خلايا أفراد يعني خلايا أفراد هذه الرتبة استوانية الشكل تتحد مع بعض البعض تكوين خيوط غير متفرعة إذن خلايا الأفراد شوني نجل نرسمها خلايا الأفراد هي عبارة عن خلايا استوانية خلايا استوانية الشكل تمام أشبيها تتحد مع بعض البعض هي منتحدة وحدة مع اللخ تتحد خلايا استوانية الشكل تتحد مع بعض البعض تكوين خيوط الخيوط شوني غير متفرعة إذن خلايا استوانية تكون خيوط غير متفرعة نرجع النقطة الثانية اللي هي النقطة الولد تكاثر جميع الأجناس جنسيا أشعر نتكاثر الأجناس بهاي الرتبة اللي هي الرتبة المنتزوجة جنسيا عن طريق اتحاد الأمشاج يعني اتحاد المشيج التكري مع المشيج الانثوي التي تتكون بصورة منفردة في الخلية إذن تتكاثر الأجناس جنسيا عن طريق اتحاد الأمشاج التي تكون بصورة منفردة في الخلية وغالبا ما يستغل البروتوبلاست الخلية بإكمال لتكمين مشيج أميبي دائما يستغل البروتو بلاست الخلية لتقمين المشيج الأميمي إذن تتكاثر الأجناس جنسيا عن طريق انتحاد الأمشاج تكون بصرعة مفردة في الخلية وغالب ما يستغل البروتو بلاست لتقمين المشيج الأميمي واحد إذن النقطة الأولى لخلايا بمالها هي عبارة عن خلايا أصنوان تشكل تحتمع بعضها البعض وتقمين خيوط غير متفرعة النقطة الثانية تتكاثر جنسيا عن طريق اتحاد الأمشاج تكون بصورة أشياء منفردة في الخلية والبروتو بلاست يستغل لتقمين المشيج الأميمي النقطة الثالثة ليش تسميناها ردبة المتزوجات تسمى ردبة المتزوجات فعند حدوث التكاثر الجنسي بهذه الردبة يكون اتصال أبومي بين خليتين خيطين مختلفين يسمى أبومي التزاوج اللي هو كارت جيشين تيوب يعني ردبة المتزوجات ليش تسميناها بهذا الاسم منصر عندنا تكاثر جنسي بهذه الردبة يكون اتصال أبومي بين خليتين من خيطين مختلفين يعني هذا الخيط الأول وهذا الخيط الثاني منصر التكاثر الجنسي بهذه الردبة يكون اتصال اتصال أبومي اتصال من هاي و هاي يعني اتصال أبومي بالتكاثر الجنسي فعلى هذا الاساس سميناها ردبة المتزوجات و يسمى هذا النوع و يسمى هذا النوع بالتزاوج أو الاختران السلمي ليش الاختران السلمي لأن هذا الاتصال يكون بشكل سلم يعني هذا يكون بشكل سلم مثل شكل سلم فيسمى بالاقتران السلمي ماشي؟ بسبب تكوين اكثر من اتصال بين الخيطين بشكل يشبه السلم أو قلتهم انتحد في حدوث فتحها في جنران الخلايا اذن تسمى ردبة المتزوجات فعنده حدوث التكاثر الجنسي منصر التكاثر الجنسي اش يتكون الاتصال أبومي اتصال أمبوبي متلا هذا اتصال صاغ أمبوبي بين خليتين من خيطين مختلفين يسمى أمبوب التزاوج و يسمى هذا النوع بالتزاوج بالاختران السلمي ليش يسمى هذا النوع بالاختران السلمي؟ بسبب تكوين اكثر من اتصال بين الخيطين بشكل يشبه السلم او قد يتم اتحاد الامشاج اما بهذه الطريقة او قد يتم فتحه في الجدران الخلايا المتجاورة تمام زياد يسمى الزايكوت الناتج من اتحاد الامشاج اتحدون المشيج الذكري والمشيج العنثوي مع بعضا من بعضاش راح يتجوني الزايكوت يسمى بزايكو سبور اللي هو سبور اللقاحي ليش؟ لأنه ينبت بعد مرور فترة وتعاين نواة اللاقعة القسام الاول اغتزالي ثم تمت الاخير جديد اوكي؟ اذا من نجي على المميزات هذه الرتبة اللي هي رتبة المتزوجات الزيك نيميا الزيك نيمي تيلس اش راح يسوف عندنا؟ اول نقطة قلنا الخلايا خلايا الاجناس اغلبها تكون خلايا اسطوانية تتحد مع بعض يالبعض حتى تكوننا خيوط هاي الخيوط الشوني غير متفرعة زياد الاجناس اشون تتكاثر جنسيا الاجناس تتكاثر جنسيا عن طريق الاتحاد الامشاج يعني اتحاد المشيج الجنس tourي الاجتاءات تكون تكون بصورة منفردة في الخلايا اخوش بصورة منفردة في الخلايا لاي��터 يستغل البروتوبلاست الكليب تكوين لكبني انت تكون مشيج أميبي هذه النقطة الاجناس تتحد مع بعض يالبعض جنسيا بصورة اشون منفردة في الخلية البروتوبلاست اشبنوا البروتوبلاست آشينا البروتوبلاست استغل لكبني مشيج أمية واحد واحد اللي يسميناها رتبة المتزوجات لأن من يحصل التكاثر الجنسي بهذه الرتبة يكون اتصال أمبوبي بين خليتين و خيطين مختلفين يعني هذا خيط مختلف وهذا خيط كل واحد خيط أثناء تم اتصال أمبوبي وهذا يسمى بأمبوب التزاوج يسمى هذا النوع بالتزاوج يعني هذا النوع من التزاوج الذي يصبح به اتصال أمبوبي بالقتران السلمي لماذا؟ ستكون بشكل سلم بسبب تكوين اكثر من الاتصال بين الخيطين بشكل يشبه السلم و قد يتم اتحاد الأمشيجين بحدوث فتحة في جنران الخلايا المتجاورة في الخيط الواحد يسمى اقتران جانبي أو نهائي يسمى الزايكوت الزايكوت بعد ما تحد الأمشاج ستجدنا الزايكوت الناتج من اتحاد الأمشاج الزايكوسبور يسمى سبور لقاحي لماذا؟ لأنه ينبت بعد مرور فترة وتعاني نواة اللاقحة القسامين الأول اقتزالي ثم تنبت إلى خيط جديد و حالة مجموعة كروموسومية تمام؟ هاي مميزات الرتبة لو نجي هسه على طحلب جنس زقنيمة نوشح يقول خيط غير متفرع خلاياه اسطوانية هي نفس النقطة الرابعة قلنا هي عبارة عن خلايا اسطوانية والخيط تكون غير متفرع حسنا لكل خلية بلاستيدتين نجميتين خيط غير متفرع خيط غير متفرع أشمل شكل الخلية هي اسطوانية تمام؟ هيا كشهي اسطوانية لكل خلية بلاستيدتين نجميه تانج. هاي البلاستينا نجميه. هاي خلايا الاصطوانيه. بلاستيدي هاي شو ما راح تكون نجميه. بلاستيدي نجميه. اوكي. يعني هاي خلية الاصطوانيه. خلية الاصطوانيه. هاي بلاستيديه نجميه. بلاستيدي نجميه. وهاي هاي بلاستيديه نجميه. اذا خيط غير متفرخ على هاي قصتوانيه. كل خلية بلاستيديتين نجميه. وتمتد من كل بلاستيدي شرائع السيتو بلازميه. قد تمتد الى الغشاء البلازمي. يعني من كل بلاستيديه. اكو شرائع تمتد. قد تمتد وين? الى الغشاء البلازمي. ولكل بلاستيدي بايونيد واحد. ماشي يعني كل بلاستيدي اش عندها warnid 1, pylonide , كل بلاستيدة عندها pylonide , كل بلاستيدة pylonide 1 الخلية اوحادية النواد وتكون مطمورة في كتل سائت بايت Benefit2 الخلية يشبه اوحادية النواد , اين تكون مطمورة ؟ في كتل سائتو بلاستيدة بين البلاستيدتين , يعني ايهوني تكون النواد ؟ ايهوني بين البلاستيدتين النواد اوكي . اذا الخلية الصوانية غير متفرعة , تحتوي على البلاستيدتين نجمية كل البلاستيدة قد تمتد شرائع سيتو بلازمية تمتد إغشاء البلاستيدة لكل البلاستيدة بايونيد واحد ونواد وكل خلية تحتوي على نواد الخلية تحتوي على وحادية النواد تكون مطمورة في كتلة سيتو بلازمية بين البلاستيدتين التكاثر الخضري يحدث من انقسام الخلايا الخلايا تنقسم نوات ثم ينقسم سيتو بلازم تعليم بإنقسام سيتو بلازم وعنده يضمج تم تجد خلية دراستخش على نواد بلاستيدة يعني كل خلي على النواة واحدة بلاستيدا واحدة من الخلية الأصلية وتكون بين الخليتين الجديدتين بشاء البلازمي يفصلهما تمام إذا نتأس هذه أن نرسل مرتلق خلنفترض أنه هذه هي وهذه النواة وهذه البلاستيدا النواة ستنفصل لساعة البلازم وحين فصل أوكي فالنواة ستجي يعني خلنفترض أنه نواة جديوني نواة جديوني وساعة البلازم هم الفصل جاي هوني اوكي صار عندنا صار عندنا خليتين يتكون من خليتين جديدين نشاء بحي تصبح النواة في وسط البلاستيدتين مثل خلية الأوم بانتهاء التكاثر الخضري أصبح هناك زيادة في علد الخلايا الخليط الواحد نون زيادة في علد الخيوط ماشي يعني هوني يعني هي أشم نواة الصيغ مصري هاي المشكل مجرد شكل توضيحي هي المفروض الصيغ هي هالشكل هي هالشكل هاي الزيادة بالتقاسم الخضري بحيث النواة من تقسم تقوح خليل النواة الى ايوني وسايتو بلازم الى ايوني والنواة اشم ما حصلين غا حصلين بين البلاستيدتين تمام هذا بالايش بالخضري لما نجي على التكاثر الجنسي التكاثر الجنسي التكاثر الجنسي اشم قلناه بالمميزات قلناه يكون عن طريق الاقتران السلبي يعني يكون بيناتهم عنبوب التزاوج ليكون بشكل سلم زين تتحول محتوى الخلية المكونة للامشاج الى مشيج امي بي واحد اوكي تيتقابل خيطين وكل خلية تكون بروز زين نقطة نقطة سنتاجه هذا خيط هذا خيط اوك يتكاثر هيتقابل خيطين وكل خلية تكون بروز باتجاه الخلية المقابل لها من الخيط الآخر يعني الإ compared for both lines for all بروز كل خليabetه بروز على حسن التحدديه ستأتحد هذه البروزات بوزدicon يزور الجدار الفاصل بينosition ما ويتحرك المشيجان في نفس السرعة هذه البروزات اتحددت موظحين ما تكون اتحدد تع recessive وزูري جدار الفاصل بينهما ويتحرك المشيجان بنفس السرعة المشيجان يتحركون من نفس السرعة من هذه الخلية تحركوا من نفس السرعة وين يأتي؟ يأتي إيوني على الأمبوب هذا يدخل من هنا وهذا يدخل من هنا المشيجان يلتقي المشيجان في وسط أموبة التزاوج ويحدث اتحاد العمشاج وتكون الزائكود يعني إيوني سيلتقي المشيجان بوسط أمبوبة التزاوج يلتقي المسيجات وش يكون لنا؟ يكون الزايكوت الزايكوت وين بنص أمبوبة التزاوج يصبح داخل الزايكوت نواة 2N وأربعة بلاستيدات يضمح لثانا منها وهي القادمة المشيج الذكري يعني هوني هوني بهذا هل نأخذه هاي الزايكوت أشغل حيكون عندنا سيكون عندنا نواة 2N وأربعة بلاستيدات الزايكوت يضمح لوني يكون الزايكوت يعني يبقى هنا نواة واحدة وأثنين بلاستيدات تنقسم نواة اللاقحة اقتزاليا واعتياديا ويتكون أربعة أنوية يضمح لثانا منها ويتكون الزايكوت هذول الزايكوت سيكونون خليتين ويضمح لثلاثة أنوية تكون خلية واحدة يعني إذا النواة نفسها ستنقسم تكون أربعة أنوية هاي الأنوية ثانا منها قد يضمحون فإذا غاحوا ستكوننا خليتين أو قد يضمحون ثلاثة منها فتكونوا خلية واحدة زيان هوني عندنا نقطة كل شبور ما يقوم بهذا التزاوج لا يمكن تميز بين خطة الذكري وخيطة الونثوي ليش؟ لأن كل الخيطين بعد عملية اختران يكون فارغ بسبب تساوي سرعة المشيجين الذكري والونثوي ويحلوثوا تحتموها في وسط منبوب الزاوج يعني إيش شوان؟ يعني ستهاي ما كونا هوني كونا البروزات وهاي البروزات صارت منبوب التواصل مباشرة بسرعة بنفس السرعة المشيجي الذكري والمشيجي الذكري والونثوي غح ينزلوا بنفس السرعة وين التقون؟ نتقون هوني فمن نجدنا في حصم تحت المجهار ما نعف يمهي الذكري ويمهي الونثوي لأن من نفس السرعة كن نزله تمام؟ فمن نعف أن هذه الخلية هي الونثوية لأ هذه الخلية هي الونثوية لأ هذه الذكرية لأ هذه الذكرية لأثنين من نفس السرعة كن نزله وكونا اتحده هوني تمام؟ يعني حسا باختصار نجد نشرحها قلنا أنه أشني أول شيء يتحورك بحتوى الخلية المكوين للأمشاج إلى مشيج أميبي عن محتوى الخلية غح تتحور إلى مشيج أميبي واحد زين الخيطين قلنا يتقابلون الخيطين غح يتقابلون وكل خلية تكون بروز أفضل ستكون بروز بين خلية وخلية ستكون بروز وهو الخليئ يتكون بروز باتجاه الخلية يتقابل الخيطين يقول خلية تكون بروز باتجاه الخلية المقابلة تتحد هذه بروزات ويزولت جدار الفاصل بينهم هذه الفاصل تتحدقًا بشكل سلم من تتحد بشكل سلم من تتحد بشكل سلم هذه الفاصل بمجال ذلك تنزل ويبقى الانبو بمفتوح زين جيدتك يتحرك المشيجان بنفس السرع أنا لدي المشيج هوني ومشيج هوني سيتحركوا بنفس السرع أواني تتطون بالنص تلصف المشيجان بنفس السرع على هذا الأساس لا أعرف أن هذه الخلية الذكرية لأي هذه الخلية الذكرية الثانيات لا تحركون من نفس السرعة يلتق المشيجان في وسط أموبة الزاود ويحدث اتحاد النمشاج وتكون المشيجان اتحدوا أش كونت الزايكوت يصبح داخل الزايكوت داخل هذا الزايكوت أش عندي؟ عندي نوات 2N وعندي أربع بلاستيدات هاي البلاستيدات 2N منهم يضمحا لي بقى 2 بلاستيدات 2 هاي النوات داخل الزايكوت ستنقسم أش عن تنقسم اختزاليا واعتياديا وتكوين أربعة أنوية اثنين منهم يضمحلون إذا اثنين يضمحلوا هون سيكون لخليتين ماشي سيكون لخليتين إذا ثلاثة محلوا سيكون لخلية واحدة فقط هذا ما يتعلق بالتكاثر الجنسي يبطوح له بالزقنيمة لدينا حاليا الطحلب السبايروجيرا طحلب السبايروجيرا يقول خيط غير متفرع خلاياه استوانية نفس اللذيك خيط غير متفرع خلاياه استوانية البلاستيدة حلزونية لها العديد من البايونيدات طبعا هو هذا الطحلب السبايروجيرا هو عبارة هاي الخلاياه استوانية هذي عشني هذي البلاستيدة هاي البلاستيدة الخضراء الحلزونية الشكل عشوفها زيان لها العديد من البايونيدات هذه النقاط هذه النقاط هذه النقاط وهو مراكز تجمع النشأ لكل خلية نواة واحدة في وسط الخلية هذه النواة أو قد نرسلها هون تكون أفضل يعني هذه الخلية تكون أصطوانية المفروض تكون ايه الشكل تكون خلية أصطوانية لديه البلاستيدا بصورة حلزونية مجبن؟ هذا هوfal لديه البلاستيدا يقول في هذي فعلها هذا البايونيدات نرسمها العديد من البايونيدات هذه بعض البايونيد بايونيد لكل خلية نواة واحدة في وسط الخلية يقوم نرسمها هذه نواة نواة واحدة وين في وسط الخلية يقول نرجع تكاثر الخضري من انفصال الخيط إلى عدة أجزاء يقوم ب取لة كامحة تكاثر الخضريه لتقوم بربาย يحدث تكاثر الجنسي بطريقة الاقتران السلمي المقابل جانبي اللي شرحنا عنه قبل شويه بس نجي هوني اشن الفرق عنه قبل شويه يقول الاقتران السللم يحدث بنفس طريقة الاقتران السللمي في الزقنيمة لكن الفرق هنا اشني المشيج الذكري يكون اسرع من المشيج الأنثوي حيث يتحرك عن الحافظة المشيجية الذكريه الى الحافظة الأنثوي عبر رمو تقتلال التحد مع المشيج الانثوي الذي يزاد داخل الحافظة الانثوية ليكون أجزاء يكون هناك يعني اشني يعني انا هوني عندي خلنفترض انه هذي هي سبايروجيرا وهمي نفس الطريقة اكو خيطين هاي الخيطين غاح يتقابلون غاح تكون اشنو بروز هاي البروز بعدين اش غاح يكون غاح يكون انبوب التزاوج اللي يسموه انبوب السلمي ماشي وغاح عندي مشيجيين مشيج هوني ومشيج هوني تمام انو كاش كان عندنا المشيجيين يتحركوا بنفس السرعة يلتقون ايه هوني بالنص حتي يكونوا زي كون هون لا هوني بالخلية بالسبايروجيرا اش راح يصنع عندي المشيجي الذكري المشيجي الذكري خلنفترض انه هذا المشيجي الذكري هذا الذكري يكون اسرع من المشيجي الانثوي فغاح يجي المشيجي الذكري يدخله بسرعة يتحد مع المشيجي الانثوي وين داخل هوني داخل الخلية ما مثل ذاك داخل الانبوب داخل الخلية اوكي عبر عبور انتشعوا يكون اسرع من المشيجي الانثوي حيت تحرك من الحافظة المشيجية الذكري الى الحافظة الانثوية عبر عمبوب الاقتران ليتحد مع المشيج الانثوي الذي لا يزاد داخل الحافظة الانثوية ليكون الزايكوت. تمام? وبهذا يكون من الممكن في جنس سبايروجيرا تفريق بين الخيط الذكري والانثوي. حيث انه بعد انتهاء التكاثر الجنسي يكون الخيط الذكري داخل الخلايا فارغة. بينما الخيط الانثوي يكون مهلوب بالزايكومات. تمام? اذا اهن عرفنا اشن الفرقة ستاب التكاثر. اهنوك ما كنا طيقة مميز بين الخيط الذكري والخيط الانثوي. ليش? يعني كانوا يتحرقون المشيجين بنفس السرعة. ويكون التقاء المشيجين بوسط المبوبة التزاوج. اما هون لا. المشيج الذكري يتحرك اسرع من المشيج الانثوي. فغاح يصل غاح يتخل داخل المبوبة التزاوج ويعبر الى وين? الى الخلية الانثوية. وغاح يكون اتحاد وتكمين الزايكوت. وين? داخل الخلية الانثوية. او داخل الخيط الانثوي. فنحنا بنجي نفحص رحة المجر. غاح نقشع مثلا الذكري. يعني الخيط الذكري يكون فارغ. ما بينه اي شيء بينها علينا الؠ anger. بينه ازاوجت وبينه امشيجات. فنقدر يميز بين الخيط الذكري وخيط الانثوي. اما القناة الجانبية كان tijdون الخليتين متجاورتين يعني نفس الخيط عند حاجة الجزء من الجدار الفاصل بينهم واو ينتقل المشيج الذكري من الحافظة تنزوجه Center. يعني خليتين متجاورتين. هذه خليتين ينحل جزء من الجدار يعني مثلا هذه الملومة. وهذه خلية هاي ينحل جزء من هذا الجدار ومن جزء من هذا الجدار ينحل وينتقل المشيجي الذكري إلى المشيجي المنثوي بنفس الطريقة بس هاش نماء يكوننا أمبوب يعني ما بتلادي تكون أمبوب مباشرة ينقل من الذكري إلى المنثوي هذا ما يتعلق اليوم بالمحاضرتنا عن طحالب العمل طبعا نستقبل أسئلتكم إن شاء الله وأي سورة نحن حاضرين إن شاء الله شكرا لكم